إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصعبة أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه هداه وكفاه أيها الأخيار العبد في هذه الحياة الدنيا يبيع نفسه كل صباحٍ ومساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلُّ الناس يغدو فبائعُ النفسه فمُعتقُها أو مُبِقُها لا ريب ولا شك أن كل أحدٍ من الناس في هذه الحياة الدنيا يغدو في الصباح ولابد أيضًا أن يبيع نفسه أن يبيعه لله عز وجل أن يبيعه لما يوصله إلى مرضات الله عز وجل أن يبيع نفسه حتى يُنقذها من النار فمُعتقُها يُعتقُها من النار يُعتقُها من السلاسل والأغلال التي أعد الشيطان أن يُكبِّله بها عن طاعة الله عز وجل يُعتقُ نفسه فمُعتقُها والثاني الذي لا محالة إن لم يدخل في الأول دخل في الثاني أو مُبِقُها يُهلِكُها يُرديها يسجنُها في نار جهنم عياذًا بالله يضعُها حبيسةً للشيطان والنفس الأمارة بالسوء فمُعتقُها أو مُبِقُها أيها المؤمنون يقول ربنا تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوفٌ بالعباد الناس القسم الأول الذي أُعتقَ نفسه فباعها لله عز وجل باعها لله هذا الصنف وصفهم الله عز وجل بوصفٍ جميلٍ مُبارك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إذا كان هذا العبد شرى نفسه لله عز وجل وابتغاء مرضاته ففي هذه الحالة الرأفة الربانية والرحمة الربانية تصاحبه وترافقه ويكون مأثواه إن شاء الله عز وجل في جنات عدنٍ وردوانٍ من الله عز وجل أيها المؤمنون ذكرت آيتان من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة فاطر تجارةً عجيبة تجارةً رابحة تجارةً لا تعرف غسارة ووضعت لها أركانًا ثلاث يقول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارةً لن تبور تفتح محلًا تجاريًا فلست متأكدًا أنك تربح فيه تدخل في عقار فلست متأكدًا أنك تربح فيه تدخل في شركات وفي مضاربات وفي مرابحات وفي أشياء كثيرة من التجارات لكنك لست متأكدًا أنك تربح فيها لكن هناك تجارة لا تعرف الخسارة بل ربحها مضمون من عند الرب تبارك وتعالى لمن كان مخلصًا في هذه التجارة إن الذين يتلون كتاب الله يقرؤون كتاب الله ليل نهار بتدبُّرٍ وتمعُنٍ وتفهُّمٍ ووقوفٍ عند أوامره وزواجره واتعاذٍ عند قصصه وما ذكر الله عز وجل عائلون من سابقة وخوفٍ ووجلٍ مما ذكره القرآن يوم المعات إن الذين يتلون كتاب الله فمن كان حاله كذلك وقاموا الصلاة فثنَّى أيضًا بإقامة الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلامية هؤلاء ما جزاؤهم يا رب يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكور أيها المؤمنون من أراد منا وكلنا ذاك العبد المريد للتجارة الرابحة عند الله عز وجل عليه أن يتأكد من أنه أقام هذه الأركان الثلاث للتجارة الرابحة عند الله عز وجل الركن الأول تلاوة كتاب الله عز وجل ليلة نهار كما أسلفت يقرأه بقلبٍ حاضرٍ خاشعٍ متفهمٍ لما يقوله ربنا تبارك وتعالى نعم أيها الأخيار القرآن وفضل طلاوته وما عد الله عز وجل لأهل القرآن لو أراد أحد أن يذكره في خطبٍ لم يستوفي حقه لكن ما يكفيه شرفاً أنه يقرأ كلام الله عز وجل أنه يقرأ كلام الله عز وجل ويكون رفيقاً كلام الله عز وجل تعلم القرآن علم الناس وقرأ القرآن من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف حرف ولام حرف لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعم أيها المؤمنون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين يقال لساحب القرآن وهو من أبرز مبشرات النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان ديدانه أن يصاحب القرآن وأن يقرأ القرآن ليلة نهار يقال لساحب القرآن وقد ذكر المفسرون أن صاحب القرآن من لزمه ولو لم يكن حافظاً لكتاب الله عز وجل يقرأه حتى من المصحف لكنه هجره وليله كله أو أغلبه أو كثير منه مع القرآن مع القرآن يقال لساحب القرآن أي يوم القيامة وفي الجنة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله أكبر ما أعظمها من فضيلة تقرأ القرآن تبدأ من سورة الفاتحة فتختمها من الجنة والناس سورة الناس ثم تبدأ من جديد تواصل ما عشت ثم يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء لما تكرم وتذهب إلى ربك تبارك وتعالى وتجوز الصراط كالبرق الخاطف بإذن الله عز وجل ونجوز جميعنا نعم ثم وأنت مستقر في داخل الجنة لا تخاف العذاب وحلت عليك رحمة الرحمن تبارك وتعالى في هذه الحالة يقال لك اقرأ أرف لا من ذلك الكتاب العريبة فيه الدنيا المتق اقرأ ورق لا تتوقف ترقى على الدرج في الجنة اقرأ ورق ورتل أي اقرأ كما كنت ترتل في الدنيا كما كنت ترتل في الدنيا فمن كان منا مسرعا فعليه بالتؤدة وكثير منا ذاك الرجل نعم كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك مكان استقرارك مكان نزولك سكنك الحقيقي عند آخر آية تقرأها اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين اخواني الكرام الركن الأول للتجارة الرابحة هو تلاوة كلام الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله الركن الثاني وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة أقاموا شروطها أقاموا أركانها أقاموا إخلاصها أقاموا متطلباتها كلها هؤلاء خشوعها وهو الأهم وهو روح الصلاة وكذلك أيضا أقاموها في المساجد وفي الجماعات وأقاموا الصلاة الركن الثاني فالصلاة عباد الله هي الركن الثاني الثاني من أركان الإسلام وآخر ما يتشبث به المؤمن قبل قيام الساعة فإذا فقدت الصلاة فلا إسلام هناك أيها المؤمنون الفرق الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال وهي تكشف الأحزان وتذهبه من جذوره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسجود من أخص أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالصلاة عبد الله الصلاة عباد الله هي الركن أو الأساس الثاني أي قامتها هو الأساس الثاني لمن رام وأراد وابتغى تجارة لا تعرف خسر لا الركن الثالث والأخير عباد الله الركن الثالث والأخير أو الأساس الثالث للتجارة الرابحة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا نعم ينفق ما أعطاه الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين نعم المال وديعة وأمانة أعطاكه الله عز وجل حتى تنتفع به وتنفع من تجب عليك نفقته ونفعه ثم تنشره للعالم للمحتاج للفقير للمسكين للقريب لأبواب الخير وسبله نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا إن تبدو الصدقات فنعمهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم الصدقات أيها المؤمنون العبد يكون يوم القيامة في ظل صدقته الصدقة تشفي المريض وتفك العاني الصدقة تكشف الكروب الصدقة تصلح الأولاد الصدقة نور وضياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة الصبر ضياء عفوا الصبر ضياء والصدقة تطفئ الخطيئة وآخرها من فوائد الصدقة أيها الأخيار والمؤمنون أنك تضمن بصدقة السر أن تستظل وأن نستظل تحت ظل الرحمن تبارك وتعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا من الأسناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فالله الله عباد الله 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 عباد الله أن نجتهد وأن نبدل قصار جهدنا في أن نتجر مع الله وكما أسلفنا وذكرنا أنك لا تنفك أن تبيع نفسك كل صباح تبيع نفسك إما أن تبيع نفسك لله عز وجل ولمرضاته وأن تبيع نفسك لهواها للشيطان للمتربصين نسأل الله السلام العافية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذي من خطيئة فاستغفروا إنه الغفور رحمه والبر الكريم أستغفروا إنه الغفور رحمه والبر الكريم